ومن حرك المياه الراكدة داخل إقليم كردستان يجب أن نذكر عبر التغيير بأن دكتور الرواس فائق رئيسة برلمان إقليم كردستان تحركت في الخفاء في الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية لتحريك المياه الراكدة أيضا السيد قباط طالباني قام به جهود كبيرة خلف الكاميرا وخلف الإعلام تلاهو السيد نيشيرفان بارزاني هذا الثلاثي السياسي من الحزبين ربما حاول أن يحفر حوار السياسي في بغداد السيد برهم صالح أيضا في الخفاء يحاول ولربما الأيام القادمة سيحرك المياه الراكدة أنا أعتقد وهذه إشارات إيجابية لربما الطرف من أطراف العملية السياسية يحاول أن يستحوذ يحصل لربما يحاول أن ينفذ أجندة معينة متعلقة بشأن داخلي شأن إقليمي شأن دولي استفاف سياسي معين داخلي خارجي هذا وارد في العملية السياسية باعتبار جميع العالم جميع الدول في العالم وجميع الحركات السياسية في العالم باتت في القرن الواحد والعشرين بالتحديد أن تصطف مع معادلات دولية وإقليمية وهذا إذا لم تكن من باب العمالة أو من باب حساب مصلحة الدولة أمر طبيعي جدا لذلك أنا أعتقد بأن الحوار الكردي الكردي ومن حرك المياه الراكدة داخل إقليم كردستان يجب أن نذكر عبر التغيير بأن دكتور الرواس فائق رئيسة برلمان إقليم كردستان تحركت في الخفاء في الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية لتحريك المياه الراكدة أيضا السيد قباط طالباني قام به جهود كبيرة خلف الكاميرا وخلف الإعلام تلاهو السيد نيتشيرفان بارزاني يعني هذا الثلاثي السياسي من الحزبين ربما حاولا أن يحفر المقطع للحوار السياسي خوشناو الحراكة الذي تتحدث عنه للسادة الثلاثة بموجب المعطيات يبدو لي أنه كان خارج الحدود وهذا الحوار الذي يحصل ما حقيقة المعلومة التي تقول أنها برعاية ممثل من مجلس الأمن الدولي هناك ترويج ساء يوم أمس ونفته موقع رئاسة قليم كردستان بأن هناك طلب من السيد نيتشيرفان بارزاني للأمم المتحدة والذي أكده أيضا اليوم السيد نيتشيرفان بارزاني عندي خروجي من مقر الحزب الديمقراطي في السليمانيا قال نعم أنا طلبت من الأمم المتحدة بأن يكون هناك مساعدة المساعدة والتقديم المشهورة على المستوى الدولي العراق موجودة السيد بلاس خارت قدمت والمنظمات المجتمع الدولي قدموا المشهورة للدولة العراقية سواء كان على المستوى الانتخابي أو حتى في العملية الانتخابية أو حتى في عملية تشكيل الحكومة وما زالوا يقدمون هذه المشهورة لكن ما أعتقد بأن طلب سيد نيتشيرفان بارزاني أو ما قاله يقصد قضية الأمور العالقة بين أربيل وبغداد وليس الحوار الكردي الكردي في بغداد السيد برهم صالح أيضا في الخفاء يحاول ولربما الأيام القادمة سيحرك المياه الراكدة أنا أعتقد وهذه إشارات إيجابية والإشارات أيضا من الحزبين في قليم كردستان يعني محاولة تقزيم سيد خوشناو إلى الحوار المنتج لا لا على العكس كنا نتمنى أن نغادر المياه الراكدة هناك محاولة لتحريك المياه الراكدة لم تتحرك لحد هذه اللحظة إشارات إيجابية من الحزبين هناك نوع من الهدوء في المواقع التواصل الاجتماعي وعلى المستوى الإعلامي هذا شيء جيد إذا تحقق التفاهم الكردي الكردي بالمستوى المطلوب والعودة إلى التوازنات السياسية بدءا بدعم الرئيس برهم صالح لرئاسة الجمهورية الذي يعتقد هو مفتاح الحل بين الطرفين سنذهب إلى ملفات أخرى موجودة في قليم كردستان قانون الانتخابات البرلمانية هنا المفوضية سجل الناخبين وأيضا تفعيل الدور أعود إليك بحوار هذا الموضوع سيد خوشنا لا ننسى بأن هناك إذا تسمح لي أستاذ نجم نعم إذا تسمح لي أستاذ نجم بجزئية صغيرة لا ننسى بأن هناك حركات في قليم كردستان جماعة العدل الكردستانية الاتحاد الإسلامي حركة الجيل الجديد حركة التغيير هذه الأحزاب يجب أن تكون جزء من عملية التفاوض نعم يعني صراحة كما قاله الرئيس برهام صالح العقد الوطني العقد الوطني في قليم كردستان أيضا نحن بحاجة إلى عقد وطني جديد حتى نتمكن من أن نتجاوز ونواجه التحديات تمام أنا أشكرك